أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي أيها الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام شهر محرم الحرام وأيام مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ومصيبة قتله سلام الله عليه وأصحابه وبنيه وسبي عياله وذراريه فسلام الله عليه وجعلنا وإياكم من المواسين له ولجده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الزهراء وولده صاحب العصر والزمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مواساتنا وإياكم بحق محمد وآل محمد أيها الإخوة الكرام ما زلنا متواصلين معكم في تقديم سلسلة الحلقات الخاصة بسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام والتي سميت بالأخ المواسي وبدأنا في الحلقة الماضية بالزيارة ومفردات الزيارة حيث تكلمنا عن قول الإمام سلام الله عليه في الفقرة التي ذكر فيها السلام فقال سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين إلى آخر فقرات الزيارة حيث وصل بنا المقام إلى قوله عليه السلام وسلام ملائكته المقربين حيث عرج هذه العبارة وهذه الكلمة بعد قوله سلام الله قال سلام الله وسلام ملائكته المقربين واختكلمنا عن المقطع الأول في قوله سلام الله الآن وصلنا إلى قوله سلام الله عليه وسلام ملائكته المقربين ما معنى سلام الملائكة؟ الملائكة من الممكن أن تسلم كما في بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم حيث أن الملائكة تسلم على أهل الجنة وتسلم على غيرهم مثلا في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أيضا التحية بين أهل الجنة فيها السلام فسلام الملائكة تارة يكون على أهل الجنة وممكن أن يكون على أهل الدنيا على بعض الصالحين كما في قول أو الرواية التي وردت أن جبرائيل قال أبلغ يا رسول الله أبلغ خديجة من الله ومني السلام فجبرائيل يبلغ السلام أيضا ورد في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام في يوم بدر لما خرج لكي يستقي للمسلمين مرت عليه ثلاث عواصف فكان يجلس في كل عاصفة فلما رجع سأله النبي ماذا رأيت قال رأيت ثلاث عواصف مرت عليه قال اعلم يا علي بأن العاصفة الأولى هم جبرائيل وألف من الملائكة سلم عليك وسلموا عليك والثانية ميكايل إلى آخر الكلام حيث أن الملائكة سلموا على أمير المؤمنين في تلك الليلة فسلام الملائكة قد ورد في أكثر من مورد أنهم يسلمون على الأولياء وعلى الصالحين في حياتهم فالسلام وارد من الملائكة في قول الإمام سلام الله عليه قوله سلام الله وسلام ملائكته المقربين بمعنى أن الملائكة تسلم على سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام من هم الملائكة المقربون قيل أن الملائكة المقربين هم المعبر عنهم بالرفيق الأعلى وقيل هم من ساحة القدس المهم أن الملائكة المقربين هم الملائكة الذين الله سبحانه وتعالى جعل لهم منزلة عظيمة ومن المؤكد أن منهم جبرائيل وميكائيل فسلام الملائكة ومنهم جبرائيل وميكائيل لحيث أن جبرائيل هو من الملائكة المقربين فهو يسلم على أبي الفضل العباس ويزور أبي الفضل العباس وهذا بحد ذاته شرف عظيم حيث أن الملائكة يزورون عبدا من عباد الله كما في قول الإمام الصادق كما قلنا في الزيارة وهذا الأمر بحد ذاته هو منقبة ومنزلة وتشريف وتعظيم لصاحب هذا المكان فإذا كانت الملائكة تسلم فمعنى ذلك أن صاحب هذا القبر له منزلة ومن المؤكد أن الملائكة لا تسير بأمرها وإنما تسير بأمر الله عز وجل فهذا السلام أكيد من أمر من الله كما قلنا في بداية الحلقة الماضية قلنا بأن الله هو السلام وقد أنزل السلام على قبر المولى أبي الفضل العباس فكيف بالملائكة لا تنزل وتسلم على أبي الفضل العباس جدير بالذكر أن هناك أصناف من الملائكة في كربلاء خاصة في قبر الحسين عليه السلام ولهم مهام كما يذكرها بعض الصالحين وبعض الأفاضل حيث أن منهم مثلا بعض الملائكة هم شعثا غبرة يبكون الحسين عليه السلام ومنهم يؤمنون على دعاء زواره ومنهم من يستغفر لزوار الحسين ومنهم من يزور زائر الحسين إذا مات ومنهم من يشيع زوار الحسين عليه السلام ومنهم من يدعو ومنهم من يؤمن على دعاء زوار الحسين وهكذا فأصناف الملائكة تحف بقبر الحسين وليس ببعيد أنها أيضا بقبر أبي الفضل سلام الله عليه صاحب هذه المنزلة العظيمة فلابد أن يكون قبر أبي الفضل العباس أيضا أحد رياض الجنة بل ربما من أفضل رياض الجنة كما في الرواية أن قبر المؤمن يكون روض من رياض الجنة فكيف إذا كان هو ولي من أولياء الله الصالحين بل صاحب منزلة جليلة عظيمة لابد أن يكون قبره من أفضل رياض الجنة فسلام الملائكة وطواف الملائكة أمر غير مستبعد في هذا المكان وهذه البقعة الطاهرة المطهرة فسلام الملائكة يكون هنا على سيدنا أبي الفضل العباس وهذا المكان المبارك الطاهر فمن يزور قبر أبي الفضل العباس أكيد سيحظى بدعاء الملائكة وبتأمين الملائكة على دعائه وباستغفار الملائكة له وبتشيع الملائكة له عند عودته وبزيارته إذا مات لأنه من زار أبي الفضل العباس فكأنه أيضا زار الحسين لا بد أن يكون قد زار الحسين فزائر قبر أبي الفضل العباس أيضا له شأن إضافة إلى أمر آخر أن قبر العباس سلام الله عليه كما ثبت بالوجدان والبرهان هو صار بابا للحوائج فأصحاب الحوائج المستعصية غالبا ما يقصدون قبر أبي الفضل العباس ولعل معظم حوائجهم تقضى ببركة سيدي ومولايا أبي الفضل العباس صاحب هذا القبر وأيضا قد يكون بتأمين الملائكة على دعائه وعلى طلبه واستغفار الملائكة له فسلام الملائكة كما ورد في كلام وزيارة الإمام الصادق عليه السلام هو سلام ودعاء بالرحمة والمغفرة لصاحب هذا القبر ولمن التجى إليه ولمن قصده ولمن أمه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن ينال الرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء والأمان يوم الفزع الأكبر بزيارتنا لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس وبدعائنا عند قبره الشريف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه النعمة العظيمة التي من بها على شيعة وموالي أهل البيت عليهم السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأعظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل منا ومنكم هذه المواساة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة